اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايران ترد على اتهامها بمواصلة تخصيب دورانهم اطلاق فاشل لقمر صناعي من كوية الشمالية السلام عليكم ورحمة الله بعث رؤساء قطر وصربيا وباراقوي ببرخية تهنية بمناسبة الزكرى الثالث والثلاثين لاستقلال البلاد وعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس جمهورية صربيا أليكزاندر فوتيتش ورئيس باراقوي سانتياغو بينيا عن تمنياتهم بموفور الصحة والتوفيق والسداد في العمل لفخامة الرئيس أسفورقي والرخاء والتطور لإرتريع شعبها أوضح رئيس سربيا ورئيس باراقوي عن العمل لتطوير علاقات التعاون الأخوية لبلدانهم مع إرتريع كما بعث نائب أمير قطر عبدالله بن حمد الثاني ورئيس نزراء وزير الخارجي القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني ببرخية تهنية احتفل الإرتريون المقيمون في كينيا والسراليا ونيوزيلندا ولبنان وهولندا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا احتفلوا بالذكرى الثالثة والثلاثين للاستقلال تحت شعار ضمان السلام بالتصدي وفي حفل حضره المقيمون الإرتريون في كينيا والضيوف وعضاء السلق الدبلوماسي في مدينة نايروبي قال السفير بين الرؤسهم والرئيس المؤقت للجالية سيد داويد حبهوس إن الاستقلال هو هدية شهدائنا داعين لتعزيز التصدي دوما لإيصال أمانة الشهداء إلى المبتغة وهنأ في المناسبة السفير دينيس سامبورو مدير الاتحاد الافريقي بوزارة الخارجية الكينية هنأ شعب حكومة إرتريا وقال إن تمتين العلاقات الإرتريا الكينية يتجاوز مصلحة البلدين في غضون ذلك أقام الإرتريون في ميربورن الإسترالي احتفالا في ساحة الاتحاد وسط المدينة يوم الرابع العشرين من مايو بحضور القنصل العام لإرتريا في إستراليا سيد محالي تخسته حيث قاموا برفع عالم إرتريا بالنشيد الوطني وتعريف زوار الساحة بتاريخي وثاخافة إرتريا وجرح احتفال يوم الخامس والعشرين من مايو بيوم الاستقلال في ميربورن وبيرث وأديلايد وهربات بأستراليا وأوكلاند بنيوزليندا وحث القنصل الإرتريا العام في أستراليا سيد محالي تخستر مواطنين على تعزيز وحدتهم والتركيز على بناء الوطن وتأطيل الشباب وفي الاحتفال الذي أقامه الإرتريون المقيمون في بريسبان بشرق أستراليا قدم ممثل الجاليات السودان وجنوب السودان والصومال وممثل الجاليات الإفريقية في كوينزلاند كلمات تضامنية على الصعيد نفسه قال القنصل الفخري في إرتريا في بيروت في لبنان في الحفل المخام بعيد الاستقلال إن شعب إرتريا خاض نضالا مريرا لثلاثين عاما وتصدى لثلاثة وثلاثين عاما للعمال العدائية والغزو ليصل إلى هذه المرحلة المبشرة بفضل وحدته ومثابرته كما احتفل الإرتريون المقيمون في عمان بمناسبة ذكرى الاستقلال واحتفل الإرتريون المقيمون في أمستردام وأمستيلفين وهارلم وأمرسفورد الهولندية بذكرى الثالث والثلاثين لإستقلال إرتريا حيث أوضح مسؤول الشؤون القنصلية ورئيس الشؤون العامة والمجتمعية سيد كبرابتو والدي وسيد إسحاق مناسي في المناسبة أن الوحدة والتماسق أمران حاسمان لتعزيز برامج البناء والتنمية وفي حفل أقيمة في روما بإيطاليا قال سفير إرتريا لدى إيطاليا السيد فساسين بيدروس إن إرتريا التي تمتلك قرارها المستقل هي النتيجة للنضال القوي والتضحيات وأوضح بأن الحكومة الإرتريا ستعمل من أجل السلام والشراكة مع المجتمع الدولي بالثبات على مبادئها ونهجها ورؤاها وأقيمت احتفالات مماثلة في بولونيا وتورينو وباري وأبروتسو وكاتانيا ومدن أخرى من التاسع عشر من مايو كما احتفل الإرتريون المقيمون في سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الثالثة والثلاثين لإستقلال إرتريا بحضور العديد من المواطنين وأصدقاء إرتريا واحتفل الإرتريون المقيمون في نانتوا باريس الفرنسية بالذكرى الثالثة والثلاثين للاستقلال بروح وطنية عالية وتخللت احتفالات عيد الاستقلال برامج موجهة للأطفال وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة احتفل الإرتريون المقيمون في وغندا وزامبيا وألمانيا وسويسرا بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال المجيد واحتفل أكثر من ألفين من الإرتريين في وغندا بتنظيم المناشط التراثية والفنية في حفل أقيم يوم الثالث العشرين من مايو في كامبالا وقال سفير إرتريا سيد محمد سليمان أن احتفال الشعب الإرتري بالحفاوة الكبيرة بعيد الاستقلال نابعنا للتضحيات الكبيرة المقدمة من أجله ويعتبر احتفال هذه السنة استثنائي لتجاوز جميع العدائيات والتحديات بصمود وتدعم الوحدة والوئام والانتقال إلى مرحلة جديدة مبشرة وتخلل الاحتفال عيد الاستقلال إرتريا في وغندا منافسات كرة القدم لأكثر من شهر وقرية الأطفال لتوريث حب الوطن لدى الأطفال عروض فرقة متكل الفنية التابعة للجالية الإرتريا وفرقة كريان الفنية الغندية وفي الحفل المنظم في الوساكة الزامبية يوم الرابع عشرين من مايو بحضور كبار المسؤولين الزامبيين والدبلوماسيين أوضح سفير إرتريا في دول الجنوب الإفريقي سيد صالح عمر مضمون وكانت عيد الاستقلال واحتفل الإرتريون المخيمون في مدن أقاليم كوازولو ناتال وويسترن وكيب بعيد الاستقلال بتنظيم فعالية ثقافية وفنية واحتفل الإرتريون في أكثر من ثلاثين مدينة ألمانية منها فرانكفرد وشتوتغارد ومنهايم وهامبورغ ونورنبرغ بعيد الاستقلال يومي الثامن عشر والخامس والعشرين من مايو وخاطب احتفال فرانكفرد القائم بأعمال السفارة الإرتريا في ألمانيا سيد يهنس ولدو ومسؤولين وعضاء آخرين في السفارة وعضاء اللجنة الوطنية في المدن الأخرى وسير الإرتريون في مدينة كولان مسيرة أعلام بالسيارات في شوارع المدينة الرئيسية جهة أخرى نظمت السفارة الإرتريا في سويسرا حفلا يوم الخامس والعشرين من مايو في جنيف بمناسبة عيد الاستقلال حضر الاحتفال السفراء الدبلوماسيون المعتمدون لدى سويسرا وأصحفيون معروفون وأصدقاء إرتريا والإرتريين وأوضح القائم بأعمال السفارة الإرترية سيد هابتوم زراهي في المناسبة إن استقلال إرتريا الذي جاء بنضالات سياسية وعسكرية وثمن ضاهز لخمسين سنة وتأمينه بالتصدي لعدائيات قوية في الثلاثة وثلاثية سنة الماضية يحتفى به في مرحلة السير الناجح على طريق التنمية والدبلوماسية عبر النهج السياسي الحر ومبادع الاعتماد على الزاد كما احتفى للإرتريون في كور وبازل السويسرية بعيد الاستقلال واحتفى للإرتريون أيضا في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعيد الاستقلال ببرامج موجهة أساسا للأطفال والشباب ومشاركة عضاء مجلس الإرتريين الأمريكيين حضروا الاحتفال ضيوف شرف وأصدقاء إرتريا دعا المزارعون في مدرية منصورة لمواصلة خدمات الحراثة التي تقدمها مؤسسة المواشي والغلال لدورها في تحسين الانتاج وذكروا بأن تمهيد الأراضي الزراعية بالجرارات لم يكن متداولا في المنطقة من قبل ولكن الحصول على خدمات الجرارات بأسعار مناسبة تم تمهيد أراضيهم الزراعية معربين عن أملهم للحصول على نفس الخدمات أثناء الحراثة وذكر عضاء مؤسسة المواشي والغلال أن الخدمات التي يقدمونها تهدف لإزالة العوائق التي تواجه المزارعين وقال مدير ضاحية منصورة سيد إدريس محمد إدريسي أن عمال التنهيد تخلق أرضية ملائمة للأنشطة الزراعية التي تجري في موسم الخريف أعلن المزارعون في مديرية من دفرها العمل الجاد لرفع إنتاج الخضروات كما ونوعا بتنمية مروية لمساحة تبلغ أكثر من 1523 هكتارا وقال المزارع من إيل والداي والسيدة محرة محاري من عد منغوتي وكودفلاسي تطور العمال الزراعية بمشورات ودعم إزارة الزراعة مناشدين العون الحكومي في مساعهم لإدخال الطاقة الشمسية وذكرت قبيرة تنمية الخضروات والفواكه الشاب سمعية أبدهم أن جهود المزارعين أدت لتوسيع الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج وإجراء العمل لإدخال السماد والمبيدات الطبيعية ودعت المزارعين لعدم استخدام المبيدات غير المعروف مصدرها ودون معرفة قبراء الزراعة توخيا لأضرارها وقال مدير مدرية مندفرة سيد هزقيا سهبة أن منتجات الخضروات لها دور في استقرار أسواق مندفرة وضواحيها وكدا قيام دارة المدرية بالعون اللازم لسد نواقص المزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة فعلنا مشروع لبلد الزراعي استمرار أعمال تصنيع مشتقات الألبان الذي حقق نتائج مرضية وضح خبير مشتقات الألبان في مصنع المشروع سيد عود كحساي حدود ثقير مشهود في المشروع ويتم حاليا إنتاج الأجبان والقشدة والزباد والسمن وشار إلى تصنيع نحو أربع لتر من الألبان يوميا وإنتاج كونتالين من الأجبان وستمائة لتر من السمن يتم إرساله إلى أسواق أسمر بأسعار مناسبة ويجد برنامج لتوسيع التسويق إلى كرن وإلى براد ومناطق أخرى استشهد في السابع العشرين من مايو المناظر العقيد المهازين مانا وادمانا عن عمر بلق 71 عاما جراء مرض ألم به التحق المناظر العقيد المهازين مانا بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مارس من عام 1975 وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز التدريب والجيش المحلي وبعد الاستقلال في القوات المقاتلة والإدارة الإقليمية بتفايل والخلاص لتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة الشعيد العقيد المهازين مانا والدمانا متزوج أبلي سبعة أبناء وقد وره رياج الثمان والثرة عصر اليوم الثامن والعشرين من مايو في مقبرة الشهادة في أسمر وتقرب وزارة الدفاع بارق حزنها للسيشهادة المناظر المهازين مانا وتقدم تعزها لأسرته ورفاقه وزملائه بعد الفاصل زادت يعود بالأخبار الخارجية أعلن رئيس الإزراء الإسباني بيدرو سانشيز رسميا اعتماد قرار اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة كما يدخل القرار المماثل الذي اتخذته نرويج وإيرلندا حيز التنفيذ بشكل متزامن وقال سانشيز في مؤتمر صحفي بمدريد أن اعتماد القرار يتماش مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف مضيفاً اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام وتابع أن إسبانيا لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على ذلك مشدداً على أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين وقال سانشيز أيضاً أن بلاده ستعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام وكانت إسبانيا وإيرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي وانرويج علنت في وقت سابق الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية في خطوة دخلت حيز التنفيذ وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث ارتفع على الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت الخارجي الإيرانيين تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الزرية كان بدناء ولا يزال وذلك رداً على تقرير للوكالة يتهمها بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي وأضح المتحدث باسم الخارجي الإيراني ناصر كنعاني في مؤتمر الصحفية أن على الوكالة العمل بحرافية وتجنب تسييس الملف النووي زل أبعاد التقنية حسب تعبيره وبحسب تقليل للوكالة فإن طهران كثفت في الأشهر الأخيرة برنامجها النووي حيث زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز 30 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 وأضاف التقرير أن إيران تمتلك الآن 142.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% ويتزامن التقرير السري الجديد مع تعثر المناقشات بين الوكالة الدولية لطاقة الزرية وطهران حول برنامجها النووي أعلنت كوريا الشمالية أن آخر محاولة قامت بها لوضع قمر الصناعي لغرض التجسس في المدار فشلت بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه جراء ما يشتبه بأنها مشكلة في المحرك وأفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في البلاد في بيان نقله الإعلام الرسمي أن قمر مالجيونغا واحد واحد الاستطلاع انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه مضيفة أن سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والكيروسين الذي تم تطويره حديثا وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت في وقت سابق خفر السواحل الياباني بخططها لإطلاق صاروخ قمر صناعي خلال فترة الإطلاق وأرسلت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري للمدار في نوفمبر من العام الماضي كجزء من الجهود لبناء شبكة مراقبة فضائية للتعامل مع ما تسميه التهديدات العسكرية المتزايدة التي تقودها الولايات المتحدة عواصف قوية أمطار غزيرة جلبها إعصار رمال ضربت سواحل الهند وبنغلادش مما أسفر عن مقتل ستة عشر شخصا على الآخر وانقطاع الكهرباء على الملايين قبل أن يفقد الإعصار شدته وشهدت الملاطق الساحلية المنخفضة في جنوب آسيا في بنغلادش والهند عواصف متكررة في السنوات القليلة الماضية مع تسبب تغير المناخ في رفع درجة حرارة سطح البحر وارمال هو أول إعصار هذا العام في المنطقة وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الهند إن الإعصار عبر مناطق ساحلية منها ميناء مونغلا في بنغلادش وجزر ساجار المجاورة في ولاية البنغالة الغربية في الهند بسرعة رياح تصل إلى 135 كم في الساعة ووصل إلى اليابسة ختاما لنشرة الأخبار فيما إلي تسكير بالعنوين وصاقطر وصربيا وطربوه يبرقون مهنين بعيد الاستقلال الإرتكيون في مختلف دول المهجرة يحتفلون بعيد الاستقلال خدمات جرارات زراعية متواصلة في منصورها أسبانيا تعلن رسمياً اعتماد اعترافها بالدولة الفلسطينية إيران ترد على اتهامها بمواصلة ضخص إبا لورانهم وإطلاق فاشل لقبر صناعي من كوريا الشرقية انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائي الإيرترية شكراً لمتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة